الحاجة التانية بقى اللي عايز اتكلم عليها عظمة النادي الاهلي وازاي النادي الاهلي بيمثل مصر ازاي النادي الاهلي بقدم عظمة بس مش من خلال مباريات ولا من خلال مكسب مباراة او مكسب بطولة او توسيل مصر في كاس العالم الاندية ده النادي الاهلي دلوقتي بقدم دور مجتمع مهم شفنا من ضمن الايجابيات الكبيرة وسفرية اسوار نقدر نعدد ايجابيات كبيرة جدا زيارة مجلس دارة النادي الاهلي بلاست الكابتن محمود الخطيب لمؤسسة الدكتور مجد يعقوب للقلب هي ده عظمة النادي الاهلي وهو ده دور النادي الاهلي المجتمعي ازاي النادي الاهلي يكون موجود في المجتمع ازاي النهاردة النشئ الصغير وحنا برنامج الاشبال ازاي الولادة الصغيرة تشوف النادي الاهلي وهو بيضرب اروع الانثلة النهاردة شفنا زيارة الكابتن محمود الخطيب وبعد اعضاء مجلس دارة النادي الاهلي لمؤسسة الدكتور مجد يعقوب المؤسسة العظيمة على ارض مصرية في صعيد مصر بتخدم كطاع كبير جدا من المصريين وخارج مصر برضو شوفوا النهاردة النادي الاهلي وهو متواجد في اسوان ده دور مهم جدا النادي الاهلي لما شفنا من ايام قليلة وهو في المغرب بيمثل مصر في كأس العلم للاندية للمرة التامنة في تاريخه مش ده دور عظيم للنادي الاهلي النهاردة النادي الاهلي وهو في اسوان وهو بيروح محافظة اسوان بيتم استقباله من خلال السيد المحافظ وايضا بيروح يزور مؤسسة عريقة وعظيمة بتخدم كطاع كبير جدا من المصريين مش ده دور مهم جدا بنتكلم عن دور خارج نطاق كرة القدم علشان كده بقول النهاردة عظمة النادي الاهلي في اللقطة اللي احنا شافينها دلوقتي مش في لقطة بطولة ولا لقطة مباراة ولا لقطة تتويج ببطولة ولا فوز بماتش لا ده لقطة مهمة جدا علشان الاجيال اللي جاية تعرف ازاي النادي الاهلي دوره المنخرط جوه المجتمع المصري وهو ده عظمة النادي الاهلي علشان كده سفارية اصوان او مباراة اصوان بكل اللي حصل فيها نقدر نعدد ايجابيات كتيرة جدا 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 في هذه المباراة وهذه السفارية